للحديث عن حرائق حقول الحنطة ينضم إلينا الخبير الأمني عدنان الكناني مرحباً بحضرتك سيد عدنان برأيك الكاميرات الحرارية كشفت قبل أيام في كاركوك أشخاصاً يفتعلون تلك الحرائق برأيك هل برأت الكاميرات حرارة الشمس إذا جاز التعبير وكشفت الفاعل الحقيقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله وحيا جمع المشاهدين الكرام الحقيقة الحرائق هي لها عدة أسباب يعني هناك حرائق مفتعلة وهناك حرائق تقف خلفها الجهات ربما هدفها هو اقتصادي وحرائق أيضاً ربما عشارية وربما ثارات وربما همال وإذن ربما عمل جناي فأعتقد يعني على الدفاع المدني لأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع الحرائق أولاً وتهيئة وسائل إطفال الحرائق منظومات الدفاع المدني اليوم هي منظومات رديئة ومنظومات غير مؤهلة للتحرك بسرعة فاقة لإطفاء الحرائق فيما هذا استصبت لأنه الدفاع المدني حينما يتحرك من مقرة إلى حقل وهذه الحقل ممكن أن يتحرك به النار بسرعة فاقة جداً فأعتقد سيكون جزء من حرق كمية أكبر لكن لو كان لديه طائرات لإطفاء الحرائق وهذا موجود في كل العالم هناك طائرات لإطفاء الحرائق تستخدم على المناطق النائية المناطق البعيدة المناطق المكشوفة وكذلك لدينا أزقة وحواري في بغداد وفي المحافظات هي ضيقة ولا تسهل عملية سير عجلات الإطفاء لحد الآن مديرية الدفاع المدني لم تقم ببناء منظومات دفاع مدني في هذه الأزقة الضيقة كي تقوم بإطفاء الحريق فيما هذا نشب حريق في منزل معين أو في زقاق معين أو في سخ معين يعني ممكن أن المواطنين لاستعانة بمضخات إطفاء الحريق المتواجدة بالأزقة بدل أن تقوم العجلات بوقوف في مسافات بعيدة جداً ولا تستطيع من الوصول لإطفاء الحريق ولا يوجد لدينا منظومات إطفاء الحريق وهي مثل ما قلنا طائرات فبإمكانها إطفاء من خلال الجو إذن هذه الأزقة الضيقة فيما إذا لا سامح الله نشب بها حريق معين ستعرض إلى كوارث كبيرة جداً أما موضوع من يدعي وهناك فريق للأدلة الجنائية في المديرية العامة للدفاع المدني وهذا الفريق يبدو أنه أغلب تقارير غير دقيقة يعني تارى يدعي أنه العمل الذي حدثه هو عمل جنائي وتارى أخرى يدعي أنه نتيجة مال ربما في بعض الأحيان يقول أنه التماس كهربائي وتخرج النتائج بعدها مغايرة للتقرير الذي قدمه فريق الأدلة الجنائية وناك هناك خلل بمنظومة الأدلة الجنائية وهناك خلل بالمديرية ويفترض أن يعاد ترميم هذه المديرية أفق ما موجود على مستوى العالم المتطور اليوم منظوماتنا ومنظومات الحراق هي منظومات ردية ومنظومات قديمة ومترهلة وأنا شخصيا مطلع على بعض المديرات الدفاع المدني حتى العجلات الموجودة اليوم هي عجلات ليس بحديثة وهناك أعطال في هذه العجلات لا تستطيع الدوار من إصلاحها يعني ربما هناك عجلات في هذه الدوار المنتشرة في المحافظات والعقلية والنواحي هي غير مؤهلة أو ربما غير صالحة لاستخدامها في طيب هذا من حيث تأهيل مستوى البنية التحتية وما تحتاجه منظومة الحراق والدفاع المدني قبل يومين تقريبا حدث حريق في أحد مزارع حقول الحنطة في مناطق معينة بيكاركوك الأنباء تقول تم إلقاء القبض على متسببين معروفين بالحرائق وكشفوا بالجرم المشهد عبر الكاميرات الحرارية موجود ذلك هو موثق لكنهم فوجئوا إلى هذه المناطق بإطلاق سراحهم بطريقة أو بأخرى إذا صحت تلك الأنباء برأيك ما تفسيرك لما حدث؟ يعني محدثي الحراق موجودين في أكثر مكان لكنه ما أسبابها لأن هناك أسباب اقتصادية وهنا الأسباب الاقتصادية من يقف خلفها تعرف الإعراق اليوم معتمد كثيرا على السيرادات الزراعية من تركيا ومن الجارة إيران وربما بعض التجار الذين يعملون ضمن هذه الرقعتين الجغرافية من الجارة الشمالية التركية والجارة الشرقية إيران ربما سيتضررون اقتصاديا لأنه لديهم أرباح كبيرة جدا ممكن أن تتحقق نتيجة السيرادات الزراعية ولو تحقق لدى العراق الاكتفاءة ذاتي في مجال الزراع طبعا هنا نقول لا تحدث عن الحنطة لأن الحنطة تستورد لا من إيران ولا من تركيا لا تحدث عن السيرادات الزراعية برمته وهناك تجار يعملون في هكذا مجال وهناك اقتصاص في المواشي وهناك اقتصاص في الزراعية وهناك اقتصاص في المواد المصنعة البسيطة والتي تقوم تركيا وإيران بتوريتها إلى العراق وهي تصل طبعا إلى مبالغ مالية كبيرة جدا يعني قد تصل استيراداتنا من الجارة تركيا ربما تتجاوز أو تقارب بالـ 15 مليار دولار وكذلك من الجارة إيران ربما اللقم يقارب على هذا أعتقد يعني ربما التجار الذي يقومون بهذه الاستيرادات من هذه الدول ربما سيتضررون مستقبلا لذلك لا يرغبون أن يكون لدينا اكتفا هذا يجب أن نضع بالاعتبار هذا على الصعيد الخارج وهو مهم أيضا أيضا نعود بالضبط لمحدثي الحراء هناك قضايا أمنية جنابك يعني على تماس بما يجري أمنيا كيف يؤثر تداخل العمليات برأيك في مناطق حقول الحنطة التي تقع بمناطق مترامية حقيقة وحتى مفتوحة على تأمين تلك الحقول شوف عزيزي قاد العمليات هو المسؤول الأمني الأول والأخير عن المحافظة وبالتالي كل القطعات الأمنية والعسكرية بأمرته حتى الأمنية والمخابراتية والاستخباراتية يعني هو يعتبر ممثل القاد العام في تلك المحافظة اللي هو قاد العمليات قيادة الشرطة بأمرته والأجهزة الأمنية الماسكة للأرض بأمرته والأجهزة الاستخباراتية والمخابراتية ومن ضمنها طبعا الدفاع المدني جزء من مهامه فيفترض أن تكون غرفة عمليات تحسب لكل شيء حساب يعني مثل ما يقال توقعا لا متوقع فمحدثي الحرائق والحرائق ليس بجديدة على الحقول فبالتالي يفترض أن يكون هناك دور في غرفة العمليات لقيادة العمليات بتلافي في مثل هكذا حالات وعلى الأقل وضع مصدات لحماية الحقول والمزارع في وقت الحصاد أو في الوقت الذي ممكن أن تتعرض هذه المزارع إلى حريق يعني قبل ما يكون أو في فترة الحصاد الزرع يكون من نوعا ما يعني بالسهولة جدا نشعاله ليس مثل فترة اللي يكون بها رطب فيفترض على الأقل أن تكون هناك نقاط ومرابطات لحماية هذه الحقول والسرائية شكرا جزيلا إليك الخبير الأمني السيد عدنان الكناني كنت معنا